اشتركوا في القناة فقرات كتير متنوعة ولكن خليني قبل ما نستعرضها أصبح على رهام صباح الخير يا رهام صباح الخير يا أشرف صباح الخير على كل مشاهدينا نهار جديد يا رب رزقنا نهار سعيد نهار آمن نهار هادئ نهار خالي من الدم يا رب علينا وعلى بلدنا ان شاء الله كله خير وبركة وسلام معنا نهاردة أكتر من فقرة أكيد هنبتديها بفقرة صحافة وأهم من مشتات وعنوين صحف اليوم الجمعة 4-4-2014 ومجموعة من الأخبار المتنوعة عن الانتخابات عن تصاعد ردود الأفعال عن حديث مبارك اللي نشرته إحدى الصحف أو تحديدا صحيفة المصر اليوم أخبار متنوعة هنتابعها معكم نهاردة مع صحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كام الفقرة الدينية النهاردة فقرة متميزة هتكلم فيها عن كفالة اليتيم ودمجه في المجتمع مع الشيخ ياسر حماية إمام وخطيب مسجد السلطان حسن هنعرف كتير جدا عن كفالة اليتيم هنتابع كمان آخر تطورات الوضع الأمني في مصر خاصة بعد الثلاث تفجيرات المتتالية اللي حصلت عند جامعة القاهرة كيف هيقرأ المشهد وما هي الاستعدادات للمرحلة القادمة والتأمين القادم مع اللواء سيد محمدين الخبير الأمني دكتور محمد عفيفي هيكلمنا النهاردة عن تاريخ الحركات الإسلامية هو أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة وأسرار كتير جدا عن تاريخ الحركات الإسلامية كمان معانا في آخر فقرة معانا فقرة فنية مع المطرب أيمن معروف وانتستمتعوا معانا بالغناء مع أيمن معروف خلينا بسرعة نروح مع إيهام واستعراض لأهم منشتات الصحف الصادرة صباح اليوم تابعونا ولكن بعد الفوصف ترجمة نانسي قنقر